بعض اللقاءات مع نجم مصر ونجم النادي الأهلي كابتن رمضان صبحي مع الزمين مهيب عبدالهادي تفضل يا مهيب بشكرك كابتن سيف وبشكر كل مشاهدي الملعب اليوم وتلفزيون حياة بالفعل معنا واحد زي ما انت قلت من نجوم الكرة المصرية ومن نجوم النادي الأهلي ومشاء الله بيعود بقوة لفرمته اللي احنا عارفينها وعنده اكتر من كده كتير رمضان صبحي واحد من اهم اللعبة اللي موجودة في مصر الوقت برحب بيك تحت كابتن سيف تحت كل مشاهدي الملعب اليوم طبعا تحت ليك طبعا يا مهيب الاول وتحت الكابتن سيف حبيبي وبرحب بكل مشاهدي من كناة الحياة طبعا يعني زي ما قلت ما شاء الله فرمعاليا في الفترة اخيرا تمامك للمنتخب يعني رمضان صبحي عنده كتير جدا جدا ان هو يقدمه مش للنادي الأهلي بس للكرة المصرية ومنتخب مصر بالمظهر اللي الناس شايفة بس زي ما انت قلت لسه فيك كتير طبعا عندي وعند زمائل كلهم فالواحد بيحاول اللي هو يكتهد في التمرين عشان التمرين والله يخليك ويقف عاجلك في الماتشاط اللي انت تتمرن كويس تبقى محافظة على نفسك وهو ده اللي الواحد بيحاول يعمله الفترة ديت عشان يعني الناس تتكلم عليه كويس ويبقى الواحد شايف نفسه بيقدي اده كويس بس هو ده اللي الواحد بيفكر فيه يعني عايز اقول لك يا رمضان حاجة مهمة جدا الاكتهد في الملعب مع النادي الاهلي او مع فرقتك اللي انت بتلعب لها بيبقى ردي فعله وبيبقى تحس ان المكافأة بتاعته هو الانضمام اللعيب لمنتخب مصر طبعا يا مميب هو الواحد بيلعب كويس في النادي وبيبقى عايز ياخد بطولات مع النادي طبعا وكل حاجة بس الواحد بيعمل كل ده عشان تيجي منتخب بلدك انت بتشرف بلدك ده حاجة كبيرة جدا فهو ده يعني الواحد بيعمل اللي هو عشان يلعب في النادي كويس يجي منتخب بلده ان شاء الله الواحد يحترف ببرا فهو ده اللي الواحد بيفكر فيه فهم اصدية بس فهو انا بيشتغل بشكل كويس عشان الحاجتين دول ان شاء الله بس عندك طموحات وتحديات وعطاك الجمهور النادي الاهلي دلوقتي بنتزر منك كتير في الملعب بيبقى خلاص الادواء مسلطة عليك بقيت واحد من نجوم النادي الاهلي ده بيحطك تحت ضغط ولا انت واخد على الضغوط ديت ولا بيبقى في رتيحية رمضان صبحي انه دايما اتحطي تحت ضغط لا والله خلاص الحيطة دي ما بقيتش تفرق بقى مهيب اللي هو الواحد بيلعب تحت ضغط ولا لا الواحد زي ما بقولك يعني مش الناس بتتكلم حلو النهاردة فانا عنزل بقى مريح شوية الناس بتتكلم وحش فبقى شدد نفسي لا خلاص عديت المرحلة مالذي لانا بقيت كويس لا لسه لسه كتير برضى بس الواحد بينزل بيعمل اللي علي سواء الناس بتتكلم حلوك سواء الناس بتتكلم وحش الواحد بينزل بيحاول يعمل اللي علاء في الملعب ويكتهد عشان اكسف فريق ويجو منتخب مصر فهو ده الواحد بيفكر فيه فعان لانت عصبي شوية في الملعب لا ما بقيتش عصبي بس أنا بدي من نقطة واحدة بس يعني احنا دلوتي بأف منتخب مصر ويجع Din of the World Cup من الناس اللي بتلعب برا دي الفرقة بتبقى خسرنا خمسة وستة مسلا من برشلونة وريال مدريد وبيلعبوا عادي الناس بتلعب كورة ويهي بيسأل اسأل اسأل رمضان النابي حتجوز امتا بس بيقول له اقع اقع طب هو انت فيك حاجة هيقع ازاي مش فهي بس فهي دي الحاجة الوحيدة اللي بتعصبني اللي هو والله يعني انت شايفت خباسة اللي في الاستوديو ايه اللي حصل بيقول لي سأله حتجوز امتا بقى كابتن سيف ايه يا كابتن سيف احنا مع بعض خلاص اقول لك احنا مع بعض خلاص لاعيب محترم ولد مؤدب ومتدين جدا الحقيقة بس سيبوه بس سيبوه يركز في الملعب وهيجي اه طبعا اقول لك ابتن سيف انا هيروح لو انا هروح هو عايزة اقول لك اخلاق وادب وتدين وحاجة جميلة جدا رمضان صبح من اللعبة الملتزمة الناس هو بس هو 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 حلو شوية وروش شوية طبعا اعمل له ايه هو شكله كده لكن هو بس اللي ناس ما تعرفوش ان هو خير جدا بولدته زيك كده اه اه رمضان اه يعني انت الاول ريال مدريد وبرشلونة انا ريال مدريد اه? للأسف. للأسف ليه? ما السنان دي شكلها مش تاخد حاجة خلص اه 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 انا سألت اه رمضان ريال مدريد وبرشلونة ايه معلومة ايه لك على رمضان صبح بيشجع ريال مدريد وبيقولك للأسف بس للأسف انا السناني مش تاخد ولا بطولة شكلها كده. برشلونة شكلها هتكتسح كل حاجة. مباراة ناجيريا مباراة صعبة محتاجة كل العيد محتاجة خبرات محتاجة اه غل في الملعب محتاجة حماس محتاجة دوافع محتاجة حاجات كتير جدا. محتاجة حاجات كتير جدا يا مهيب احنا والله احنا بنتمرن حتى كل كل كلامنا مع بعض احنا خلاص بقى الاهل زمالك الماتشحات اللي فاتت خلصوا والله احنا ممنكلمش في النقطة دي خلاص احنا جاين هنا منتمرن التلات اربعة ايام اللي احنا بنتمرنهم. عشان يوم السبت ايه ماتش بوركي نفسه مش مش يعني اسمي فالكراسة هالي لقى الماتش صعب جدا. واحنا مش دخلين ماتش بوركي نفسه. منلعب اللي احنا اه ده ماتش ودي فمنلعب وخلاص لا. احنا نلعب منحضر لفسنا النجارية. للماتشين بتوع النجارية. فهذا كلنا احنا نفكر في كل تركزنا. اللي دي بروفة قوية قبل ماتش النجارية كلنا تجمعنا من الكورنة اربعة ايام بتمرينة يعني تمرين جد جدا زي ما انت شايف. الماتش برده هناخده ان شاء الله بجدية. وان شاء الله بقى نخش عشان نبقى مستعدين لماتشين نجارية ان شاء الله. بالتوفيق يا رمضان ودايما كده عند حسن ظن الجهاز الفني سواء في النادي الاعلي او منتخبنا الوطني. الحمد لله ربنا خليك حيوة. آآ كابتن سيف ده كان لقاء اهم مع نجم الكرة المصرية ونجم النادي الاعلي او منتخبنا الوطني رمضان صبحي عودة لك مرة اخرى.